مساء الخير أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من سباق القمة بهذا السلام بدأت المناظرة الرئاسية الأولى لترامب وهاريس وانتهت بحسب أراء من تبعوها بتعادل الخصمين لا غالب ولا مغلوب بالتعادل فهاريس صمدت بوجه ترامب وسددت لكماتها في قضايا على رأسها الإجهاد وكذلك بعض اللكمات الشخصية أما ترامب سدد لها اتهامات كثيرة تتعلق بالترك الحدود مفتوحة أمام المهاجرين غير الشرعيين وعدم وفائها بالوعود التي أطلقتها حملة بايدن هذا سباق القمة وأنا زينا يازجي أهلا بكم وقبل أن نتحدث عن تفاصيل هذه المناظرة وخلاصاتها وبالفعل ما الذي قد حققته بالنسبة للمرشحين المناظرة كانت بالأمس أما باليوم فما فرقته مناظرة العاشر من سبتمبر تجمعه ذكرى تفجير أبراج التجارة العالمية في الـ 11 من سبتمبر خصوم الأمس المتباعدين وقفوا وبعد 12 ساعة فقط من المناظرة وقفوا متجاورين في نيويورك لإحياء ذكرى مرور 23 عاما على الحدث الذي غير وجه أمريكا فانس وترامب وبايدن وهاريس وقفوا بالترتيب كلهم وفصل بينهم في الوسط عمدة نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبرغ حضور هذا الحدث لا يعني بالتأكيد إنهاء خصومة الانتخابات بين المرشح الديمقراطية ونظيرها الجمهوري لكن يبدو كأن ترامب قرر تأجيلها وعقد هدنة قصيرة ربما في هذا التجمع بالذات فظهر وكأنه يطلب مصافحة هاريس بوساطة بلومبرغ وبالفعل صافحها بحرارة هذه المرة متجاهلا رئيس بايدن هذه المصافحة هي الثانية إذن للثناء خلال 12 ساعة ولم يلتقيا قبل هذه الساعات المصافحة الأولى كانت عند بداية المناظرة التلفزيونية بينهما في بنسلفانيا حين بادرت هاريس تقدمت نحو منصة ترامب عرفته عن نفسها وصافحته في بادرة أرادت منها إظهار قوتها على ما يبدو وبالعودة إلى بنسلفانيا فقد قصدها رئيس جو بايدن ومعه هاريس لزيارة منطقة شانكسفيل موقع سقوط طائرة الرحلة 93 الطائرة التي اختطفها أحد منفذي هجوم نيويورك في 11 سبتمبر للاستهداف البيت الأبيض لكنها سقدت هناك سيحضران كذلك في فيرجينيا عند نصب تذكاري لإحياء ذكرى هجوم طائرة أخرى كانت في هجوم 11 سبتمبر واستضمت بمبنى البنتاجون وقتها بكل الأحوال كثافة تحركات هاريس وبايدن في ذكرى 11 سبتمبر تتعارض مع غيابهما عن مشهد إحياء ذكرى مقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان نهاية شهر الماضي في تلك ذكرى بالذات تصدر ترامب المشهد وحرص على زيارة مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فيرجينيا مع بعض من أفراد عائلات الجنود الأمريكيين 13 الذين قتلوا إثر تفجير خلال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل ثلاث سنوات انسحاب الذي يصفه ترامب بالكارثي غير ترامب أيضا إذن زاراها وأثار الجدل ترامب بخصوص صور وصفت بالدعائية هناك لكنه لم ينسى بطبيعة الحال انتقاد بايدن ونائبته لتجاهلهما حدثا قال إنه وقع بسبب فوضى الانسحاب من أفغانستان التي قرارها بايدن ومعه هاريس ينضم إلينا من ولاية فيرجينيا هذا مرسل الشرق عزوز عليل أهلا بك يا عزوز بعد هذه الليلة الطويلة ليلة المناظرة دعنا نبدأ باليوم بهذه المصافحة بهذه الصورة التي وقف فيها كل الخصوم السياسيين ترامب ومعه وبايدن وهاريس وبينس كلهم وقفوا في لحظة وتصافح الخصمان ولكن حدثني أكثر ماذا تعني اليوم هذه الصورة وكيف كانت مشريات مشاركة كل منهم من الجانبين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري فيها نعم صحيح هي كانت لحظة مهمة جدا في هذا السباق الرئاسي لأنه بالفعل ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها مرشحاني للرئاسة في إحياء ذكرى الأحداث الـ 11 من سبتمبر في موقع التفجير في نيويورك هذا الموضوع تقريبا تكرر خلال السنوات الماضية لكن لم تكن هناك مصافحات اليوم دونالد ترامب بدأ على أنه هو الشخص الذي بدأ عبر طلب وساطة عمدة نيويورك السابق مايك برونبرغ من أجل مصافحة كامالا هاريس متجاهلا جو بايدن في تلك اللقطة كما ذكرت في مثني الخبر لكن حتى الآن لا توجد أي تصريحات سياسية كما هو العرف وكما هي التقاليد دونالد ترامب لا يزال يحترم هذه التقاليد حتى اللحظة لأنه زار بالفعل نيويورك موقع التفجير وكذلك قبل قليل كان زار كذلك النصب التذكاري في بنسلفينيا حيث وقعت الطائرة رقم رحلة 93 ولكنهم لم يلقي أيضا بأي تصريحات سياسية لكن يمكن أن يوظفها فيما بعد خصوصا وأن هذه الذكرى تأتي على وقع انسحاب فوضوي من أفغان السن كذلك تأتي على وقع انتشار الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية كذلك تأتي على وقع تهديدات من إيران للقيام بهجمات تستهدف سياسيين هنا داخل الولايات المتحدة وهي المخاططات التي تحدث عنها مكتب التحقيقات الفدرالي FBI سيحاول ربما حسب المراقبين توظيفها سياسيا فيما بعد لكن ليس الآن من أجل احترام هذه التقاليد التي عادة ما تعطي الأولوية لضحايا أحداث 11 سبتمبر بدلا من التركيز على الحملات الانتخابية فقط لتذكير في عام 2016 دونالد ترامب كان حاضرا في نيويورك إلى جانب هيلاري كلينتون التي كانت مرشحة الحزب الديمقراطي آنذاك لكن هيلاري كلينتون بعدها اضطرت للانسحاب بعد فترة وجيزة لم يتحدث دونالد ترامب آنذاك ولكن بعد ذلك اتهمها بأنها غير مؤهلة أو كفأة من أجل القيادة لأنها تعاني من مشاكل صحية وتم استخدامها في حملته الانتخابية وبالتالي ربما قد يعود ترامب ليكون ترامب مجددا مباشرة بعد انتهاء مرسيم إحياء ذكرى 11 من سبتمبر الحالي عزيزة على مستوى الشكل لا أعرف إذا كانت هذه الملاحظة قد تم الحديث بها ولكن فانس يبدو في الصورة مرشح كنائب رئيس لترامب وطبعا اليوم أمس بالمناظرة أخذ على ترامب بأنه قال لم أتواصل مع فانس وكان كثيرون قالوا ماذا يعني هذا أنه قنوات الاتصال مقطوعة بينهما فانس يبدو في هذه الصورة لا نعرف ماذا عن وولز هل كان من المفترض أن يكون هل هناك أي شرح أين هو؟ لماذا لم يكن إلى جانب هاريس؟ نعم تيم وولز كان حتى يوم المناظرة يوم أمس كان يحيي حملات انتخابية في ولاية نيفادا وكان هناك أيضا حفلة مشاهدة خطاب أو مشاهدة المناظرة بعدها سفر مباشرة إلى مينيسوتا حيث هو يقيم وأحيى هناك حفلا آخر متعلق بال11 من سبتمبر لكن لا توجد تفسيرات لماذا لم يكن حاضرا مع كامال هاريس ولكن ربما لأنه كامال هاريس فهي تحضر بصفتها ربما ليست المرشحة لكن بصفتها نائبة الرئيس ومن ناحية الصورة هي تحضر إلى جانب الرئيس بايدن البرنامج اليوم كلاهم في محطاته الثلاث هي مع جو بايدن مع الرئيس جو بايدن وبالتالي من المعقول ربما ويمكن تفهم هذه المسألة أن تيم وولز غير موجود معها بعد ساعتين من الآن تقريبا يرتقب أن تحل هنا كامال هاريس في هذه المنطقة إلى جانبنا هنا في البنتاجون كما يظهر في الخلفية برفقة الرئيس جو بايدن من أجل وضع كليل من الظهور على التذكار الوطني الذي نصب هنا في جانب وزارة الدفاع البنتاجون كل الشكر لك عزوز عليلو دائما مشكور على كل هذه الشروحات والمتابعة شكرا تبدعونا الآن نذهب إلى رانا أبتر أهلا بك يا رانا مقدمة برنامج تقرير واشنطن رانا ربما من المهم الآن صحيح يعني إحياء 9-11 ليس بالأمر السهل ولكن أيضا المناظرة بالأمس أيضا لم تكن أمرا يمكن أن نتجاوزه دعينا نبدأ بالمناظرة بعد هذه الساعات الكل خرجة الديمقراطيون ساعدون بأن هارس يعني كانت ربما كما يقال انطباعاتهم بأنها كانت قد المسؤولية يعني لم تكن فضيع ولكنها قامت بالمطلوب منها وقفت على رجليها وجابهت ترامب حتى آخر لحظة تكلمت عن نفسها وعن سياساتها وغيرها أنت ستخبريني أكثر ويعني داعموا ترامب أيضا ساعدون بأنه كان ترامب كما هو ولكنه كان منضبطا وغيره أبرز ما خرجت به الصحافة المحللون وغيرهم اليوم عن مناظرة أمس سأخير زينا ويعطيكم العافية طبعا على الليلة الطويلة التي أنضيتمها في تغطية المناظرة شكرا لأننا طبعا فريق جميعا جميعنا في نفس المحل بما يتعلق بموضوع المناظرة ما لمسناه اليوم في التعليقات تحديدا هو يعني ما ذكرته تحديدا أنت زينا من يحب هارس يحب هارس هو من يحب ترامب لا يزال على حبه لترامب السؤال هو واليوم التركيز هو كان على هذه الفئة التي دوبا نتحدث عنها فئة المترددين فئة المستقلين يبدو بأن هذه الفئة كانت بانتظار أداء هارس أكثر من أداء ترامب ومن المرجح بأن تكون هارس تمكنت من استمالة هذه الفئة المشككة لصالحها لأنها كانت متزنة في تصريحاتها كانت تركز على القضايا بشكل أساسي نتحدث عن قضايا مهمة كقضية الإجهاد على سبيل المثال وهذه الفئة الانتخابية من النساء ترامب كانت لديه بعض التصريحات خاصة في ملف الهجرة تقييم الصحافة هنا في الولايات المتحدة وحتى تقييم من تحدثت معهم من سياسيين جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء يقولون بأنه كان بإمكانه فعل المزيد لتسليط الضوء على إخفاقات هارس في ملف الهجرة وأيضا يتفاجأون من عدم تركيزه بالشكل الكافي مثلا على ملف الاقتصاد على مهاجمات هارس وسجل هارس في ملف الاقتصاد ولعل أبرز ربما نجاح في أداء ترامب كان في نهاية هذه المناظرة عندما هاجم هارس في نقطة ضعفها هاجم هارس في موضوع بأنها هي اليوم نائبة الرئيس الأمريكي لماذا لم تنفذ كل هذه الوعود وهي في موقع مسؤول نعم وهذا من الأساس كان هو يعني كما يقال نقطة الضعف أو كعب أخيل ربما في مرافعة خلينا نقول هارس بأنها بالنتيجة هي جزء من هذه الإدارة من إدارة بايدن رغم أنها حاولت كذا مرة رانا كما تابعنا أن تقول أنا لست بايدن أنا بتأكيد لست ترامب ولكن أنا لست بايدن هناك بعض من قال رانا بأنه بالنتيجة ترامب حملة ترامب الجمهوريون ربما ندموا أصلا على طريقة التي يعني دفعوا بشكل أو بآخر أو ساهموا بتنحي بايدن واستبداله بهارس هارس بكل تأكيد هي خصم أكثر قوة بحضور الذهني والشباب والحضور الشخصي من بايدن كمنافس لترامب وفعلا هناك من قال بأنه ترامب بدأ ضعيفا في بعض الأحيان ربما متعبا كبير بالسن بعض الأحيان في محضات معينة هل هناك أيضا هذا الانطباع لديكم؟ طبعا هناك هذا الانطباع بأنه لو كان بايدن مكان هارس لكانت حضوظ ترامب بالفوز أكبر بكثير مما هي عليه اليوم صحيح أن الأرقام متقاربة اليوم لكن لو استمر بايدن في السباق لكانت هذه الأرقام متباعدة وهي تتباعد كانت في في كل يوم تقريبا وفيما يندم الجمهوريون يقول الديمقراطيون بأن هم اتخذوا القرار الصائب بدفع بايدن خارج السباق يعني التذكورين كنا كنا دوما نتحدث بأن بايدن ما كان ليريد الانسحاب تم الضغط عليه للانسحاب وليلة أمس كان خير دليل على أن هذا كان الخيار الصائب من قبل القيادات الديمقراطية من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة إلى باراك أوباما حتى رئيس الديمقراطي السابق لأن هارس مهما كان أداؤها ومهما كانت تقييم لأدائها أداؤها كان أفضل بأشواط من أداء بايدن في المناظرة الأولى وهذا يعتبر فوزا للحزب الديمقراطي حتى أيضا طبعا وهنا لا يجب أن نخفف من موضوع تيلر سوفت ودعم تيلر سوفت لهارس لأن اليوم نظرت في الأرقام صحيح زينة ورأيت بأن هذا الدعم من قبل تيلر سوفت هو سوف يدفع بالشباب فئة شبابية مهمة لا تذهب بالضرورة إلى صندوق الاقتراع للتصويت تدفع بهذه الفئة إلى الذهاب لصندوق الاقتراع إنستجرام التي عرضت فيها والتي أعلنت عبرها سوفت دعمها كان هناك أيضا رابط لتسجيل الناخبين مع الإعلان على نسوفت هذا أيضا دفع لهؤلاء الناخبين الشباب بالتوجه إذا ليس بالضرورة يعني أن تقنعهم أن يغيروا توجهاتهم انتخابية ولكن يكفي أن تقنعهم أن يذهبوا إلى الانتخاب ويعني انتخاب هارس شكرا لك رانا أفتر مقدمة برنامج تقرير واشنطن نحن سنتحدث يا رانا في سباق القمة بإسهاب قليلا عن تيلر سوفت وفئة الشباب هذه شكرا يا رانا شكرا زيني إذن هي مناظرة تابعها الملايين ووصف خبراء بدايتها بالموافقة بداية حضارية استهلتها هارس وترامب بمصافحة ليست مفروضة في المناظرات وهذا عرف غابة منذ مناظرات عام 2016 بين ترامب وهيلاري كلينتون استراتيجية ترامب كانت التركيز تكرار الحديث عن موضوعاته الشعبية سمعنا يتكلم مرارا وتكرارا عن الهجرة وعن الأمن في حين هارس اهتمت بعدة قضايا أولها كان وأهمها بالنسبة لها هو الإجهاد الصحة والقانون والاقتصاد أداء هارس كان أفضل بنظر المستطلع أراؤهم من قبل سي أن أن الذين وجدوا أن هارس أفضل من ترامب بأشواط ومنحوها 63% مقابل 37% لترامب صوت هارس من ناحية الشكل والأداء صوتها كان هادئا إلا أن لغتها كانت حادة وكانت مباشرة وفق المتابعين وهاجمت ترامب شخصيا على ماضيه إلا أنها أيضا طالبته بأن يقلب الصفحة ويتجاوز الماضي بالعموم خرجت وبحوزتها 45% يؤكدون أن أداءها كان جيدا مقابل 44% وجدوه سلبيا بعض الشيء أما ترامب فأفضل تسديداته كانت جملة الختام ترامب سأل هارس في الختام وهنا أقتبس وقال لماذا تعدين الناخبين ولم تنفذي هذه الوعود وأنت وبايدن في البيت الأبيض وفي نهاية اللقاء منحته الاستطلاعات 39% من إجمال رضا المستطلعين عن الأداء بكل الأحوال لكثيرين بدأت المناظرة كما بدأنا وقلنا متعادلة وهي بالعموم تستهدف الجمهور المتأرجح طبعا الذي لم يقرر بعد لمن سيصوت وهؤلاء بلا شك هم الذين سيحسمون هذا السباق المتقارب وعليه من بين المنتخبين أو من بين الناخبين الذين عرفوا أنفسهم بأنهم مستقلين ارتفعت شعبية هارس بينهم بعد المناظرة إلى 48% على كل الأحوال انتهت المناظرة على خير بين هارس وترامب ديمقراطيون وصفوا أداء هارس بالعظيم قياسا لأنها أول مرة تخوض هذه المناظرة على منصب الرئيس أما ترامب فخرج شاكيا تحيز المضيفين متهما قناة ABC التي نظمت المناظرة بعدم التعاطي بمساواة بينه وبين هارس واعتبر ترامب أنه كان يواجه ثلاثة لا هارس وحدها ولم ينس طبعا أن يثني مع حملته ومؤيديه على أدائه الذي اعتبره استثنائيا لكن في الوقت ذاته طرحت أسئلة عن موضوع التحقق مما يقال في المناظرة من قبل المضيفين ديفيد نيور ولينزي ديفيس فالتقارير أشارت إلى أنه ما صحح خمس مرات تصريحات أطلقها ترامب في المناظرة مقابل حصيلة صفر لهارس رغم أنها أيضا أدلت بمعلومات غير أو بمعلومة على الأقل غير دقيقة عندما قالت هارس أنه لا يوجد فرد واحد من جيش الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة قتال أو حرب حول العالم صمت المضيعان ولم يعلق وهنا تولت CNN المهمة وكشفت أن ما قالته هارس إدعاء مضلل ففي الشرق الأوسط أفراد في الخدمة العسكرية الأمريكية تعرضوا لهجمات عدة خلال هذا العام لا سيما في سوريا والعراق وفي جزئية التحقق هذه وتصحيح ما قاله دونالد ترامب في المناظرة هذه المذيعة لينسي ديفيس التي كانت طرفا طبعا في إدارة اللقاء ترد على الرئيس السابق عندما قال إنه ضد السماح بإجهاد الجنين عندما يبلغ ثمانية أشهر أو أكثر كما تفعل بعض الولايات فكان لها هذا الرد وحولت سؤال هارس التي تبرع طبعا في ملف الإجهاد بالذات بالإجمال أغرقته بالتفاصيل وحصرها بالاتهامات 90 دقيقة حاول فيها كل من هارس وترامب تقديم أفضل ما لديهما من إجابات على كل التساؤلات لكن كان لطرفين لحظات لفتت الانتباه أكثر من غيرها لحظات لم تخلوا من السخرية أحيانا وكانت مفعمة بالجدية في كثير من الأحيان لنتابع أبرز هذه اللحظات لحظات مفعمة بالجدية إنه يحضر السمع فيها إنها تأخذ القيام إنها تأخذ الناس إنها تأخذ الناس من المصرين إنها محاولة في كنيات في الواقع فصلتها طولة الدمجرة تأخذها محاولة إنه يقب محاولة أنه يتكلم أنه لنذهب مباشرة إلى واشنطن هذه السيدة مونا تشارين وهي طبعا معلقة سياسية وكاتبة خطابات البيت الأبيض السابقة في عدد الرئيس الأمريكي رونالد ريغن وجورج بوش الأبن أهلا بكي مونا معنا في سباق القمة سعيدة بأن تكون معنا نحتاج لمثلك تحديدا اليوم لنحلل مستقبل ومستوى الخطاب ماهيته والأداء الذي قام به كل من هاريس وترامب كيف كان رأيك كيف خلصتي عندما انتهت المقابلة أو المناظرة أنا نادرا ما رأيت مثل هذا الأداء في أو بين مشارك في مناظرة سياسية ولم أرى هذا المستوى منذ عام 2012 وأول مناظرة بين رومني وأوباما قام ميت رومني بأداء متميز في هذه المناظرة الأولى وفي وجه باراك أوباما أعتقد أن هاريس على الأرجح تخطط هذا المستوى الأمس وهي قامت بكل الأمور التي كانت تخطط للقيام بها وبذكاء أوقع ترامب في الفخ وشتتت انتباهه وأثارت خضبه وأظهر أسوأ ما لديه في شخصيته وجعلته يشت عن الموضوع بالتالي كان أقل فعالية في أدائه أمامها طيب مونا قلت بأنها حققت كل ما دخلت يعني كل ما أرادت تحقيقه طبعا نحن نعرف أن هاريس دخلت في كامب تدريب مكثف خمس أيام تتدرب على هذه المناظرة مع أشخاص يعني كانوا من ضمن فريق هلاري كلينتون التي جابها ترامب في مناظرة وأيضا مع فريق الرئيس بايدن الذي جابها ترامب في مناظرة برأيك على ماذا تدربت تحديدا هاريس من حيث الأداء من حيث الرسالة التي عليها أن توصلها وكيف توصلها هاريس ليست معروفة من قبل الجمهور مثل ترامب حوالي 95% من الأمريكيين لديهم رأي مع أو ضد ترامب ولديهم رأيهم وهم لا يمكن إقناعهم بعكس تلك أما في حالة هاريس فهي ليست معروفة وأحد مهامها كانت أن تقدم نفسها وأن تجعل الناخب يرتاح لها وأن تقدم صورة لشخصية يمكن أن يتخيلوها في البيت الأبيض كان يجب أن تبدو أنها لائقة لكي تكون رئيسة ولديها هذه الشخصية وهي أحسنت بالقيام بذلك ذكرت أنها كانت في مخيم تدريب لخمس أيام ليس مخيما تحديدا ولكن أقول أنها استعدت ودرست بشكل كبير على مدى خمسة أيام وهذا أقل ما يجب عائلي مرشح أن يقوم به عندما يتحضر لمناظرة المناظرات هامة والناخبون عادة يصغون جيدا لما يقوله المرشحون في المناظر للأسف ترامب لا يتحضر ولا يعتبر أنه بحاجة إلى أن يستعد وأحيانا هذا يعمل لصالحه وأحيانا ضده هذا عمل لصالحه عندما كان يواجه جو بايدن في يونيو لأن بايدن كان فضيعا في أدائه ولكن هذه المرة هذا لم يخدمه لأنه كان يواجه شخص استعد جيدا يحسن التعبير عن نفسه بذكاء قلت بأنها وصلت أو نجحت في إيصال صورة بأن لديها طينة الرئاسة إذا صح التعبير أو شخص يصلح لأن يكون رئيسا فسريلي أكثر ما هي هذه الصورة القوة السرامة أحيانا تحدثت عن أشياء شخصية الدفء والارتياح والكاريزما ما هي النقاط التي يمكن أن تقولي أحسنت وصلتني رسالة منها في أي لحظات في أي حركات وفي أي جمل أعتقد أن بشكل عام أو بالأحرى يجب أن نعرف أنه يجب أن يكون هناك قدرة على أن يحب الجمهور المرشح وكان لديها كاريزما كما ذكرت ولكن هذا منفصل عن شخصية الوقار وأعتقد أن أي مرشح ولكن خاصة مرشحة يجب أن تبدي أنها جدية فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية وأعتقد أنها أحسنا في ذلك تعاطت مع المواضيع المتعلقة بالعالم عن معرفة فقالت أنها تدعم نيتو أكبر تحالف في العالم كما وصفته وتحدثت بشغف كبير عن دور الولايات المتحدة في الدفاع عن أوكرانيا التي تعرضت لغزو همجي إذن في هذه المجالات كانت تبدو بمظهر قائد أمريكي وعالمي وأعتقد أنها كانت اللحظات الأساسية التي أظهرتها بهذا المظهر الرئاسي طيب ذكرت بعض السلبيات من أداء الرئيس السابق ترامب ماذا عن الإيجابيات؟ كثيرون كما أنت ذكرت من يحب ترامب يبقى يحبه وراء ترامب الذي يحب نوعا ما ربما بصورة أبهت مما هو متعود عليه ولكنه وجد ترامب وجد رجل الأعمال وجد السياسي المخضرم ربما أو رجل مخضرم لا نريد أن نحكم ما هي الإيجابيات التي رأيتيها في أداء ترامب؟ إذا استسعتي أن تذكري بعضها فقط لكون عادلة أتعلم أن أقول أن ترامب كان قد انتقد وانتقد منصف رغم أنه لم يكمل ذلك تهم أو انتقد هاريس بأنها كانت متقلبة على الكثير من مواقفها منذ عام 2019 منذ ترشوحها الأول وهي ابتعدت عن عدد من مواقف خاصة بالسياسة بما في ذلك معارضتها لتكثير في إنتاج النفط ومواقفها حول الهجرة والكثير من الأمور الأخرى وأعتقد أن هذا الانتقاد كان في محله وربما كان يمكن أن يوصل رسالة بشكل أفضل ولكن على الأقل ذكر هذه النقطة كان لديه نقطة أخرى كان بإمكانه أن يركز عليها ولكن في نهاية المطاف ذكرها في الكلمة الختامية وقال إن لديها كل هذه الخطط ولكن قال لها أنت كنت في السلطة من ثلاث سنوات ونصف لماذا لم تطبق هذه الخطط؟ يمكن أن أقول شيء نفسه عنه لأنه كان في إدارة أو في السلطة لأربع سنوات إذن هذا ما يمكن أن أقوله عنه أنا أعتقد أن وجود ترامب على المسرح محرج للولايات المتحدة ولا أعتقد أن لديه شخصية أو المعرفة أو الطبع أو الأخلاق الضرورية لكي يكون قائد أمريكا إذا ما أردنا أن نعود لرأي حياد موضوعي إذا نحاول على الأقل وفي أقل من دقيقة نصيحة لي هاريس في المناظرة القادمة إن جرت لأنه في حديث عنها ونصيحة لي ترامب بدقيقة لكل منهما بالنسبة لي ترامب أقول ابتعد عن الإشاعات في الإنترنت واقتصر على الوقائع بالنسبة لي هاريس يمكن أن أقول لها أنه يجب أن تستعد بإجابات جيدة حول تخيير مواقفها بشأن بعض السياسات وأن لا تتفادى الإجابة كما فعلت الأمس كل الشكر لك دائما سعيدة بوجودك معنا وتحليلاتك هذه وخبرتك طبعا السيدة مونا تشارين كاتبة خطابات الميت الأبيض سابق في عد الرئيس الأمريكي رونالد ريغن وجورج بوشل إبن شكرا المناظرة الرئاسية تدفع أسهم ترامب إلى التراجع في وولد ستريت وترفع أسهم الطاقة النظيفة المرتبطة بسياسات هاريس أهلا بكم من جديد إلى سباق القمة ولأن كل شيء يحصل في سياسة يرتد حكما على الاقتصاد فإن أصداء مناظرة هاريس وترامب ترددت في عالم المال والأعمال لنبدأ من الأقرب وأعني ترامب الملياردير ورجل الأعمال فبعد المناظرة وفي تداولات ما قبل السوق يوم الأربعاء انخفضت أسهم مجموعته للإعلام وتكنولوجيا بنسبة 17% دفعة واحدة كما تشيل الأرقام وأيضا بيتكوين التي تندرج ضمن العملات الرقمية التي يدعمها ترامب تراجعت بنسبة 2.6% بعد المناظرة مباشرة لتعود بعدها بعض الخسائر ويقف سعر تداولها عند حدود 57 ألف دولار وفي الوقت نفسه بالعكس ارتفعت الأسهم التي ينظر إليها على أنها ستستفيد إذا تم انتخاب هاريس رئيسة ارتفعت بعد المناظرة بالرغم من تراجع أسعار السوق بشكل عام وكان من بين أكبر المستفيدين هي الشركات المتخصصة في الطاقة البديلة حيث ارتفع سهم First Solar للطاقة الشمسية بنسبة 11% وكذا ارتفع سهم On Phase Energy المتخصصة بالمجال ذاته بنسبة 5% هذا الحديث يقودنا إلى ما قبل المناظرة عن ملف الاقتصاد الذي يهم الناخبين الأمريكيين بلا شك هاريس في المناظرة أكدت أن خطتها بشأن الاقتصاد تهتم برفع المستوى المعيشي للأمريكيين واتهمت منافسها ترامب بأن خطته ستكلف أمريكا خمس رليونات دولار على شكل عجز أو ارتفاع في عجز الموازنة شكرا لطاقة الشمسية بنسبة 11% مرتفع سعيد ومتلاقي تواجه رفعتني ومتلاقي ومتلاقي أستطيع أيراً يشهد جدًا قبل المناظرة أمريكي كان هناك أن نتحرف هناك من بسبب أن نپه والحلال ومتلاقي وظن ال pengلال ليس من الخطفال ومتلاقي ولم تشهد خطال الرحالي نشهد حسب وليسيح قوة اتعامل فالحالي بواسطة المفصلة هو المترجم المقصد من المنظرين على المشاركة في عامة عامة ومن ثم أن تستطيع المنزلين على أمس المنزلين على أمس أو أمس المنزلين على أمس وأيضا عن الاقتصاد قال دونالد ترامب في هذه المناظرة يوم أمس بأنه لو فاز فسيفرد تعريفات جمهورية على عدد من البلدان كما فعل مع الصين وأن ذلك سيساعده على مكافحة التضخم المرتفع جدا بفعل سياسات بايدن هارس الاقتصادية دعونا إذن نتحدث عن الاقتصاد في هذه الانتخابات الأمريكية تحديدا في المناظرة أمس نبدأ أهدم نيويورك الدكتور ديفيد الطويل الخبير الاقتصادي وشريك المؤسس في برو تشين كابيتول أهلا وسهلا بك الدكتور طويل معنا في سباق القمة دكتور قبل أن أدخل في صلب السياسات المطروحة الاقتصادية طبعا إن كان من قبل هارس أو ترامب كيف يمكن أن نفسر اليوم هبوط أسهم شركة ترامب للإعلام بـ 17% كذلك تأثر البيتكوين وارتفاع بالمقابل الشركات التي لها علاقة بالطاقة النظيفة أو البديلة بعد هذه المناظرة هل بدأ السوق يسعر على أن هارس قد تكون رئيسا بشكل جدي كما سعر بعد محاولة اغتيال الفاشلة لترامب أنه هو الذي سوف يكون رئيس نعم أعتقد أن بعد أداء الأمس أصبح بشكل متزايد من الممكن أن يتم انتخاب هارس رئيسة وكما نعرف هنا في الولايات المتحدة وربما أيضا في العالم هذا معروف أن هناك بضعة ولايات فقط في الولايات المتحدة حيث السباق الرئاسي لم يحسم ربما ست أو سبع ولايات وسوف يكون هناك سباق في هذه الولايات وبحسب الطرفين من جمهورينا وديمقراطينا أداء هارس كان أفضل من ترامب الأمس في المناظرة وبالتالي هناك احتمالية أكبر الآن أن تتمكن هارس من تقليص الفارق ويعتم انتخابها كرئيسا المقبلة للولايات المتحدة جيد دكتور طويل لو حاولت أنا والمشاهدين يعني بالأمس في المناظرة وحتى في كل اليوم الروايات والجدل والحملات الانتخابية الكثير من الاتهامات المتبادلة بعض حتى الوعود التي لا يمكن أن تحقق من الطرفين وكذلك الاتهامات أو المعلومات المضللة إذا صح التعبير والمضللة أريد منك بتلخيص معين بتبسيط أن تشرح لي كل من سياسة هارس وسياسة ترامب تأثيرها تحديدا هذه السياسات على التضخم على الوظائف وعلى العجز في الميزانية لنبدأ بهارس السياسة التي طرحتها الاقتصادية ماذا تعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في التضخم الوظائف والعجز في الميزانية قبل أن أبدأ بمناقشة السياسات يجب أن نصلت الضوء على النقطة التي أثرتمها في المقدمة بأنها هي رغبات في هذه السياسات إذا ما كانت ستستطيع حتى لو انتخبت إذا ما ستستطيع بتطبيق هذه السياسات يبقى خير معروفة بالكثير من المجالات يبقى حاجة إلى دعم الكونغرس ويبقى أن نرى أيضا احتمالا إذا ما سوف يكون هناك تغيير في السلطة في الانتخابات المقبلة وبالتالي كل ما تتحدث عنه لا نعرف إذا ما سيترجم على أرض الواقع حتى إذا ما انتخبت رئيسة بالنسبة لسياساتها بشكل عام وسوف أكون إيجابيا في طرحها وهي كما تقول في السياسة تود أن تعزز من مكانة الطبق الوسطى في الولايات المتحدة وتود أن توفر المزيد من الدعم المادي والسيولة للأمريكيين من ذوي الدخل المتوسط مقابل ترامب التي تقول أنه سوف يفضل أن يدعم الشركات الكبرى والأثرياء المشكلة في سياساتها هي أنه عندما توزع الأموال على شكل إعفاءات ضريبية أو ربما دعم لمن يشري منزلا لأول مرة وهي تقترح أن يحصل على 25 ألف دولار لشراء أول منزل لهم هذا يؤدي إلى زيادة التضخم إذا كل الأشخاص حصلوا على المحفزات نفسها هذا يعني أن أسعار كل شيء سوف ترتفع في آن واحد ولا يبدو لي على الأقل أنها السياسة تم التفكير فيها مليان حتى إذا ما تمكنت من ترجمتها على أرض الواقع ولكن هذه طريقة لكسب الأصوات والحزب الديمقراطي تعدى على قيام ذلك في الولايات المتحدة طيب ما هي مشكلة سياسات ترامب يعني التعريف الجمهورية وغيرها هل ترى بأن سياسات ترامب أنجح في مكافحة التضخم أعتقد أن أي من المرشحين حسب ما نرى حتى الآن سوف يكون أفضل في مكافحة التضخم حسب السياسات المطروحة حاليا في الحملات الانتخابية وإذا ما تم تطبيقها كما هي إذا ما قام ترامب بخفض الضرائب على شركات هذا جيد لأن الحكومة سوف تحصل على ضرائب أقل من الشركات وهذا سوف يضع أموالا أكثر بالنسبة لحملة الأسهم والمدراء الذين سوف ينفقوا هذه الأموال بعد ذلك ولكن في نهاية المطاف فبداية والأهم سوف يكون هناك زيادة في العجز الأمريكي وهذا ليس جيدا بالنسبة للولايات المتحدة الولايات المتحدة تحت هارس إذا ما كانت سوف توزع هذا الدعم المادي كمحفزات مادية أو خفض ضريب لأطبق الوسطى وفي حالة ترامب خفض الضرائب سوف يترك أموالا أقل للحكومة الأمريكية وهذا سوف يزيد من عجزنا لأن لا يزال لدينا عجز كبير ودفعنا للفوائد على الدين حالها الآن هي ثلاثة مليار دولار يوميا وليس هناك خطة حتى الآن للسيطرة على ذلك وفي الوقت نفسه وبالعودة إلى النقطة التي ذكرتها حول التضخم أعتقد أن كلا الخطتين تؤدي إلى محفزات ولكن هذا ما يقوله المرشحون في الحملات الانتخابية لكي يشعر الناخب أنه سوف يرتح مديا أكثر إذا منتخب المرشح الذي اقترحات السياسات وإذا ما فاز بالانتخابات ولكن ماذا سوف يحدث؟ إذا من تخيب التهارس أو تخيب ترامب رئيسا يختلف تماما عن هذه الوعود الكثير من الأمور قد تزول ولا تصل أبدا إلى أرض الواقع كل الشكر دائما دكتور ديفيد طويل على هذه النظرة الثاقبة وعلى خبرتك الخبير الاقتصادي والشريك المؤسس في برو تشين كابيتل حدثنا من نيويورك سباق القمة مستمر نذهب إلى فاصل وبعده نتحدث عنه بعد طول انتظار تايلر سوفت تدعم كامالة هارس في الانتخابات الرئاسية ماذا يعني هذا؟ بعد الفاصل أهلا بكم إلى سباق القمة في رصيد حسابها على انستجرام أكثر من 283 مليون متابع وعبر منشور على هذه المنصة المليونية وبعد انتهاء المناظرة بفترة قليلة جدا أعلنت مغنيات البوب الأمريكية تايلر سوفت تأييدها المطلق والصريح لهارس ووولز لتحسن بذلك جدلا امتد أشهر طويلة أما سبب اختيارها فيعود إلى قتال هارس من أجل قضايا تؤمن بها سوفت كما قالت وحصدت بعدها مباشرة طبعا ملايين الإعجابات حسم الجدل جدل من نوع آخر شغل بال الأمريكيين نجمة البوب الأمريكية تايلر سوفت تختار الساعات التي تلت المناظرة لإعلان دعمها هارس ووولز أيدت هوم ووصفت نفسها بسيدة القطط بلا أطفال وهي التي تملك ثلاث قطط لم تجد أفضل من هذا اللقب لإعلان التأييد وهذه ضربة مخصودة لجيدي فانس نائب ترامب الذي أطلق تصريحا عام 2021 قال فيه الديمقراطيون يحكمون من نساء بائسات بلا أطفال يربينا القطط في إشارة مباشرة لكمال هارس التي لم تنجب الأطفال حملة هارس تلقفت تأييد تايلر سوفت بحماس أما حملة ترامب فاستهجنت وامتعضت إيلون ماسك سخير من القرار فيما اكتف ترامب بهذا الرد باختصار رغم تقليلهم من شأنه لا تستهين حملة ترامب بإعلان سوفت تأييد الخصوم يعلمون أنها قادرة على التأثير بخيارات ملايين يلقبون أنفسهم بالسوفت المصطلح الذي تمت إضافته إلى قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية عام 2023 في هذا العام بالذات وتحديداً في شهر سبتمبر شجعت سوفت متابعيها على التسجيل للتصويت في الانتخابات فاستجاب 35 ألفاً وسجلوا خلال أيام سوفت دعمت بايدن في 2020 والآن تعلن تأييد نائبته هاريس وهذا قرار سيكون له ما بعده لا سيما على الناخبين المترددين الذين تتراوح أعمارهم بين الثامن عشر والرابع والثلاثين ليس عبثاً تكثر مخاوف الجمهوريين مسح لشركة مورنينغ كونسلت عام 2023 قال فيه 53% من البالغين الأمريكيين إنهم معجبون بتايلور سوفت وعلى صعيد السن فإن أكثر من 66% منهم من الشباب المؤهلين للتصويت دعونا نناقش أكثر هنا ليس فقط تأثير تايلور سوفت طبعاً الكبير والمهم ولكن فكرة استياد أو إغراء أو تشجيع الناخبين المترددين على هذا المرشح أو الثاني هذا من فلوريدا الدكتور غريغوري كوجيرستات العلوم السياسية ومدير مركز هالي الديمقراطية في جامعة ميامي أهلاً وسهلاً بك دكتور معنا في سباقي القمة لا أعرف إذا كان لديك معلومة محددة عن كيف يمكن أن يكون تأثير تشجيع ودعم تايلور سوفت لهاريس من وكيف من سيسمع منها كيف ستتأثر وكيف سترتد على ناخبين وعلى أصوات المسجلة لصالح هاريس شكراً على استضافتي يجب أن أقول أن هناك الكثير من البحوث في العلوم السياسية حول تأثير دعم المشاهير لأن هناك أنواع مختلفة من المشاهير في هذه الحالة تايلور سوفت لديها قاعدة معجبين واسعة جداً وأعتقد أن التأثير سوف يكون على عدد من الناخبين الذين يلقفون على هامش ربما هم مستؤون بسبب سياسات في الشرق الأوسط وبسبب حبهم لتايلور سوفت قد يفكر بإعادة النظر والتصويت لهاريس ولكن أيضاً هناك إمكانيات أن يتحدثوا مع أصدقائهم لحثهم على الانتخاب أيضاً ومحاولة إقناع من يتردد في التصويت بإنتهاب والتصويت لحارس تحديداً بشكل أوسع يمكن القول أن بطبيعة الحال تايلور سوفت لديها معجبين بين فئة الشباب تحديداً وفي السياسة الأمريكية هم الناخبون الذين على الأرجح لا يثبوا لينتخبوا أشخاص تحت سن 25 لديهم نسبة مشاركة أو منسبة اقتراع لا تتعدى 30% فإذا ما دعمت تايلور سوفت مراجح هذا يشجعهم على الظهاب والانتخاب بخلاف عادتهم وهذا يحث الجمهور جمهورها على إقناع أصدقائهم بالتصويت وهنا سوف نرى تأثير لأن إذا كان هناك زيادة في نسبة الاقتراع بـ 5% على الأقل هذا سوف يخير النتيجة في الكثير من الولايات المتقاربة فيها النتائج طيب خصوصاً دكتور يعني تأكيداً على هذه الكلمة في هذه الصفحة التي قالت بأنها تدعم أو هذا المنشور الذي دعمت فيه هاريس تايلور سوفت وضعت لينك لتسجيل الناخبين يعني اللي ما مسجل يسجل وأيضاً تتشجع حتى ربما يقوم إما بالانتخاب مباكر أو انتخابات في 5 نوفمبر فهنا نسبة الإقبال أو تجيء على الإقبال هو الأساس دكتور جريغوري نتحدث منذ اليوم الأول في هذا السباق المتقارب عن بدقيقة عن الأصوات المتأرجحة هل سينة تقول هناك 200 ألف صوت متأرجح؟ كيف تحسب هذه الأصوات؟ بدقيقة في استطلاع الرأي الناخب المتأرجح هو المتردد ولكن على الأرجح سوف ينتخب هناك في هذه الدورة أنواع مختلفة من الناخبين المتأرجحين هناك أحياناً أشخاص يرون أمور سلبية في المرشحين عن الحزبين الرئيسيين ولكن هذه الدورة تحديداً هم أشخاص ربما استبعدوا مرشحاً ولكن ليسوا واثقين من التصويت للمرشح الثاني إذن البديل هو تصويت لمرشح ثالث أو الامتناء عن التصويت والتصويت في انتخابات أخرى غير الانتخابات الرئاسية شكراً لك الدكتور غريغوري كوجر استاذ العلوم السياسية مدير مركز هانلي ديمقراطية في جامعة ميامي أسف مقاطعة خلص سؤال البرنامج شكراً شكراً للمتابعة ألقاكم غداً حلقة جديدة من سباق القناة شكراً للمشاهدة